الحقيقة هو جوز من معركة تستهدف قرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها التحالف بشكل منظم خلال سنوات الحرب وهذه ليست الأولى كانت هناك كثير من الصيحات في المجتمع الدولي كان هناك رأينا في الأشهر السابقة كثير من خبراء في القانون الدولي ومحاميين تقدموا بشكوى باسم منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان العربية وكانت هناك كثير من الشكاوي وكانت هناك كثير من مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نظمها كثير من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وطالبوا أيضا عن حكوماتهم بوقف تسليح وبيع الأسلحة المملكة العربية السعودية ونجحت أيضا هذه الضغوط على كثير من الدول منها النرويج واعتقد ألمانيا وغيرها يعني أوقفت أيضا بالأسلحة تحت أيضا هذا الضغط الدولي الذي بدأ أيضا يتصعد ضد أيضا سلوك التعالف وأداءه فيما يتعلق أيضا باستهداف المدنيين والهجومات العشوائية التي أكلت الأخضر اليابس في اليمن فضلا أيضا عن الهجومات المنظمة والتي تستهدف أيضا يعني مدنيين وعراس وطرقات ومدارس وسقط في ضحيتها كثير مئات من الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا يعني لهم علاقة أيضا بالحرب ولم تلتزم بقواعد الاشتباك ولا أيضا بضوابط القانون الإنساني الدولي وبالتالي الآن أنا أتصور بأن هذه أيضا تضم إلى جانب أيضا الوقفات والصيحات التي ترتفع أيضا ضد أخطاء وانتهاكات التحلف طبيعا للحرب يعني قواعد ومبادئ المفترض أن تخفف من كارثيتها لكن حينما يعني تنتهك هذه القواعد وهذه المبادئ تقع القرائم الإنسانية وهذا ما يرتكبه التحالف يعني المتتبع أيضا لعمليات التحالف يقد أن الخيط المنظم لهذه العمليات هو أخطاء يعني كبيرة وكثيرة واستهدفت قصد مدنيين واستهدفت يعني أماكن تجمعات بشرية وتبتعد كثيرا عن الأهداف العسكرية البحثة التي بعيدة عن الأهداف المدنية يعني مثلا كان مفترض كان هناك يعني الحوثي ينظم حتى يعني عمليات ماذا أقول يعني استعراضات عسكرية كبيرة في المدنية يعني تختفي تماما الطيران التحالف الآن الحوثي مثلا يدفع بالآلاف والتجمعات كبيرة جدا فيما يتعلق أيضا بالهجوم على مأرب لا نرى التحالف بينما نجده أيضا حينما يعني في صنعاء أو في القوف أو في الاستهدف مدرسة يشتبه فيها أن هناك حوثيين أو قصر معين أو مثلا طريق أو قاسر أو كذلك فيقع فيه كثير من بمعنى أن التحالف لا يرعي قوعد الاجتماك ولا أيضا يعني يعني يرعي الضوابط أيضا المتبعة أيضا في الحروب وهذا أيضا ما جعل هذه التقرير الآن يعني يرصد هذه القرائم بحق الإنسانية وأيضا يعني تكمل أيضا قلنا لكثير من التقارير التي جاءت ترصد هذه القرائم وأنا أتصور بأنها أصبحت يعني رأي عام غربي الضاغط أيضا على دول التحالف لو لا أن المملكة العربية السعودية والإمارات تحاول أيضا يعني القفز على هذه الحقيقة من قلال بناء يعني توسيع شبكة المصالح مع الدول الكبرى في المجتمع الدولي من خلال أيضا شراء من خلال أيضا الصفقات السلاح والتي أصبحت يعني كثير من المنظمات الدولية وأيضا الدول الكبرى في العالم تتكسب من خلال هذه الصفقات تتكسب من خلال الحرب في اليمن مثلا لو نظرت إلى المبالغ التي تبدأ فيما يتعلق أيضا من النظمات الإنسانية العاملة في اليمن أكثر من 28 مليار دولار رقام ضخم أيضا قعلها أيضا تتكسب وتسكت عن كثير من هذه القرائم والأخطاء ترجمة نانسي قنقر